استغل الرئيس التونسي قيس سعيد أداء المكلف بتسير وزارة الداخلية لليمين ليجدد طمأنته للداخل والخارج بأن خطواته تأتي في إطار القانون والدستور يتزامن ذلك مع تعديل أغلب الأحزاب مواقفها بخصوص القرارات الأخيرة مطالبتنا الرئيس بتوضيح معالم المرحلة المقبلة والأسراع بتشكيل الحكومة لأطمان الجميع على الحقوق والحريات وليعلموا أنني حريص عليها أكثر بكثير من حرصهم أنت اليوم مطالب بغمان استمرارية الدولة أما الشارع السياسي في البلاد فانقسم بين أغلبية مؤيدة وجزء متحفظ وأقلية معارضة لخطوات الرئيس حيث أثير جدل بخصوص دستورية تعين مكلف بتسير وزارة الداخلية وسط تساؤلات حول أسباب تباطئ خطوات سعيد خصوصا وأن البلاد بحاجة ملحة لحكومة جديدة رئيس الجمهورية في تقديري يتحرك بشيء من البطء لكن بكثير من الحذر واليقظة هو يحاول أن يعبد الطريق القانوني والإجراء لكل خطواته حتى لا يسقط ربما في طعون ومآخذ من خصومه فتح الطريق أمام مسير أو مشرف على وزارة الداخلية يجعله في وضع ربما مريح أما سيناريوهات المرحلة المقبلة فلم تخرج عن دائرة التوقعات وتبقى أبرزها تلك التي تتحدث عن تخطيط سعيد لإسقاط عضوية عشرات النواب بتهم تلقي أموال من الخارج وذلك قبل حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة بنظام جديد ما بين انتظارات شعبية بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين الوضع الاقتصادي وبين مطالب سياسية بتوضيح برنامج قيس سعيد يتراوح المشهد التونسي وسط حديث مقربين من سعيد عن قرب الأعلان عن قرارات جديدة تمهد لرسم معالم المرحلة المقبلة مراد دالانسي تونس الميادين